أهلا بحضراتكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول توت جلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الفريق أول توت جلواك سلم الرئيس السيسي رسالة من الرئيس سالفاكار حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين. إضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في السودان والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظا على سلامة وأمن الشعب السوداني الشقيق. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول توت جلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الفريق أول توت جلواك سلم السيد الرئيس رسالة من أخيه الرئيس سالفاكار حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين. بالإضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في السودان والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظا على سلامة وأمن الشعب السوداني الشقيق. وخلال اللقاء تمت الإشارة إلى خطورة التحديات التي تواجه السودان في هذا الصدد على الأصعدة الإنسانية والأمنية والسياسية. مع تأكيد أهمية تشجيع الأطراف السودانية على تثبيت الهدنة والانتقال إلى وقف شامل ودائما لإطلاق النار. بما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الإغاثة وإفساح المجال لإطلاق حوار بناء لحل الخلافات وتسوية الأزمة. ومن ثم استكمال المصار الانتقالي والعملية السياسية على النحو الذي يحافظ على وحدة وتماسك الدولة ويحقق تطلعات الشعب السوداني ويصون مصالحه العليا.